بسم الله الرحمن الرحيم الله معلمنا معين فعنا وفعنا بالمعالم تناع معكم كريم بقناة سورايت هنتكلم ان شاء الله عن عرضة استكمالا لزمن زمن المضارع البسيط عملنا المرة اللي فاتت فيديو عن الاسبات والنفي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي اضيف الاس ويكون الاسبالنج بتاعي صح وازاي انطقها بحيث يكون البرونانسيشن بتاعي صح بداية هنحسيب لك لينكات الحلقات اللي فاتت في وصف الفيديو تحت لينك اللي شرحناه اللي اثباته النافي ولينك تاني بالقايمة اللي فيها كل اللي شرحناه عن الازمنة اللي فاتت طيب الاس بداية هنفتكر كده ان عقلنا بضيفها لما يكون هي وشي وات وسنجر نون يكون الفاعل بتاعي خلاص؟ زي think بزاود لايس تبا thinks live تبا lives remember تبا remembers طيب هنتكلم الاول بقى عن السبالنج ازاي يكون السبالنج بتاعي صح؟ قال لي مش كل مرة بتضيف اس ساعات بتضيف اي اس طب امت اضيف اي اس قال لي لو الفاعل بتاعك انتهى بالحروف دي حاجة من الحروف دي اما اس اي اتش يا سي اتش يا اكسي او طب اعرف اندي افعال زي مين زي باس ووش ووش دو جو هضف لها اي اس طبا باسز ووشز ووشز دوز جوز تمام طيب عندي برضو لو انتهى بحرف واي بس يكون يصفد الي قبلها حرف ساكن وليس متحرك يعني الكلام ده �بل الي حرف ساكن ولا متحرك هتو عارفين طبعا الحروف المتحركة اللقcker اليه la yo والi والo والu اي حاجة تانية تبع حرف ساكن يبقى دول الي قبلها حرف ساكن يعني الآر ساكن يبقى عمل ياللي تبقى Tomb يبقى try's, marry's, flies يبقى انا كده يائما بضيف s يائما بضيف s يائما بضيف eS يائما بضيف iES هم دول الحالات بتاعتي قال لي اه بس في حالة تانية مختلفة شوي مع افعال مختلفة زي a verb to have فعلي يمتلك بضيف له s او eS او iS قال لي لا قال لي انت أسمت الدمار بتاعتك ل i و i u و zay وهي وشي وات الأولين كنت بتجيب معهم الفعل في المصدر هتجيب برضو هف في المصدر طب ايه بقى الاختلاف الاختلاف مع هي وشي وات هتجيب حاجة اسمها has كمام يبقى مثال بتاعي كده I have my dinner جبت have عشان I فعل والشك التاني he has his dinner جبت has عشان الفعل بتاعي من تاني برضو مختلف كلنا عارفينه verb to be ده ما جيبه في المدارة البسيط برضو مختلف بقسم بقى الفعل بتاعي لثلاث اقسام I لوحدها ودي بتاخد حاجة اسمها am he وشي وات و Singular Noun ودي بتاخد is we ويو وزي و Plural Noun دي بتاخد R وطبعا هنا عملنا الشرح وافي لام و is و R طبعا ده كان بالنسبة للسبلينج عايزين بقى نتكلم عن Pronunciation عن النطق بتاعي طبعا بداية حابك تعرف ان الاس لما بتيجي في نهاية الفعل بتطنطق بتلاث طرق يا اما تطنطق كاننها اس يا اما تطنطق كاننها زد يا اما تطنطق كاننها زد بس بعمل stress او بشدد على المقطع اللي قبله يعني الكلام ده طبعا ناخد اول واحدة pronounced tss يعني شبه الاس after the sound بعد الاسوات لو الفعل بتاعي انتهى باسوات وليس حروف ركز في الحتة دي لما حطلك الحرف ما بين شرطتين ميلين كده يبقى نقصد بيه صوته وليس الحرف نفسه يعني ايه الكلام ده يعني انا قصد الصوت الب ت ك ث وليس الحرف نفسه وحفهمك دلوقتي ليه طب ناخد امثلة كل دول انتهوا بالاسوات اللي احنا قلنا على دي فحنطاها شبه الاس اللي هو الس س فحطيبها stops invites works laughs ليه بقى انا قلتلك اسوات تركز كده في الاخر فعل gh في gh فو لا بس فيه صوت الف عشان كده انا بقول لك اسوات وليس حروف ركز في الحتة دي يبقى love انتهت بصوت الف يبقى لما ازود اس حنطاها س وليس ز ز ز يبقى بنطاها شبه الاس يبقى كل دول بنطاهم شبه الاس لو stops invites words laughs طيب نشوف كده number two اللي pronounced as ز تتنطق شبه الز كده خلاص امتى بقى قال لي لو كان قبلها vowel sound برضو صوت vowel نعرفين الفول اللي هو ال a وال e وال i وال o وليوم لو في حاجة من صوتهم قبل الفعل هنطقوا شبه الز وايه كمان قال لي والحروف دي والاسوات دي كمان اللي هو الصوت كل دي اصوات وال i n g هتطلق كده ما بين كوسين لان انا قصد بقى صوتها برضو اللي هو ون بنقول عليه ناسل اللي هو بطها تلاحظ انت تتخركها اكتر من انفك ثلاث لو هتطلق بتفتكرها ان اي اي فعل اخر وانجي ما جزود له اس بانطاها شبه الزيت لو حتلا خطتك موضوع الأسواد دي طب ناخد الأمثلة بتاعتنا ترايز حتلاقي كل ده بانطاها ز مزايلة اللي فاتت كنت بانطاها س ستوبس إنما هنا ترايز تراولز دريمز فونز روبز سينز سايدز ديجز آرائفز رميبز ستيز بلوز تمام وبردو نركز إن هي أصوات وليس حروف هتلاقينا آخر حرف الإي إنما أنا أقل صوت صوت الإيه ن فون أخرها نطعتها إي ولا شبه الإن لا إن فون ن يبقى لما ضيف إس حنطاها ز يبقى فونز خلاص وهذه الستيز اللي احنا قلنا عليها قبلها حرف متحرك يبقى حنطاها يبقى مش هغير الواي تمام وطبعا هنا ده حرف الي ستي آخر هي ي يبقى نطعتها ز ستيز ودي الإي نجي اللي أنا بقولك عليها بتتنطق سينز سينز بطلع الإن من أن في كده بنولع لها نازل إن خلاص وديت لما أقضي في الإس تتنطق ز تبقى سينز يبقى دي الحالة التانية بتتنطق ز طب الحالة التالتة بتتنطق إيه بتتنطق الز بشدد شوية على المقطع الأخري الكلام ده بقى إمتى قال لي لو برضو أصوات لو الفعل بتاعي بقى بنتابق أصوات إيه س دي برضو أصوات وليس حروف يبقى تاني زي إيه أخرها خلاص بصوت اللي إيه ز كوز دي قد نطقت بصوت إيه يبقى كوز بشدد شوية على المقطع الأخير كوز أبلو جايزز ميكسز كراشز تيتشز شينجز وأنا برضو اللي بركز عليه إيه أصوات أنا أنا حرف الجي لكن تنطق تشينج ولا تشينج نطق شبه الجي كده يبقى لما ضيف له إس هنطح أشدد عليه يبقى تشينجز تشينجز تمام طيب آخر حاجة بقى برونونس تأز ز نطق برضو بس مع بعض الاختلافات وده خطأ شائع بقى أركز فيه كلنا بنقول سيز لا غلط اسمها سيز سيز يقول لما تحب الضفلاء إس والسيز وطبعا ده احنا عارفينها الضز لأنا حطتها في الاختلافات لأن هي كانت في الأصل دو بتتنطق الأو كده بدوم دو إنما لما حط الإيه الإيه إس بفتح الإيه إديه شوية بتتنطق شبه فعلي كده كت هتلاقي نفس الفاول في الاتنين اتنطق واحد كت دز كت دز تمام طيب نراجح كده على اللي احنا اللي احنا قلناه بسرعة علشان ايه ما نطلق باش هنراجع الأول على البرونانس إش تفاعل النوعية تتنطق شبه الاس والكلام ده لو انتهت بالأصوات ديت ب ت ك ف خلاص زي مقولش بقى ماتكاش على البي خلاص ما عرفنا امتى نتك على الحرف الأخراني في اللي هي الحالة الأخيرة خدنا تتنطق شبه الز شبه الز كده مع الحاجات دية واخدنا نية بشدد على المقطع الأخراني في الحالات البسيطة ديت زي زي اي اي اس واشي للواي لو كان الواي قبلها حرف ساكن وقلنا verb to have بره القاعدة ديت نحفظه انه هو have وhas وverb to be برضو نحفظه انه هو am و is و are دي كانت نهاية الفيديو ان شاء الله في الحالة اللي بعد كده هنتكلم عن السؤال في زمن المضارع البسيط question present simple question الاسئلة في زمن المضارع البسيط دي كانت نهاية الفيديو أسفل لو طولت في الوقت وقصرت في المجبود لو حابت تسنى عشاء فكون سعيد لو تركت في التعليقات تحت وفي النهاية سبحانك الله ومه بحمدك أشهد أن لا إله أشهد أن تركت بسيط 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 بسيط